نروح بقى دلوقتي سريعا نشوف الجرائد آية إيه النهاردة عن الميدي الأهلي المساء ارتياح أهلاوي لملاقات الحرية الغيني محمد يوسف نمتلك الأوراق القادرة على الحسم والمنافسة لحظ الألقاب المصر اليوم الأهلي ينتفض ضد الظلم التحكين الأهرام المساء الأهلي يفتح النار المجلس يهاجم نور الدين ويطلب التحقيق مع الحكام الأهلي يشكو حكم مباراة الانتاج لاتحاد الكرة ويطالب بإبعاده عن إدارة المباريات الأخبار المساء الأهلي حزين والسر في نور الدين يوسف يلمح لاتجاهات التحكيم والفريق يستعد لأفريقيا الأهرام الأهلي يطالب بالتحقيق مع نور الدين ويبعاده عن التحكيم يوسف المباراة ظهارة النية المبيتة ضد النادي ولن نسكت على الظلم وسندافع عن حقنا المصر اليوم عسامة عبد الفتاح نعم الأهلي تعرض لظلم تحكيمي أمام الإنتاج وسنعاقب المقطع بالاستبعاد الدستور قرار سري بإيقاف نور الدين ومساعديه بعد أخطاء الأهلي والإنتاج الوطن نور الدين لمساعديه غرقتوني وصدمت عندما شاهدت ضربة الجزاء غير المحتسبة والهدف الملمي طبعا الجرائد النهاردة تناولت أخبار النادي الأهلي وإصدار النادي الأهلي لبيان رسمي اعتراضا على الأخطاء التحكيمية الفجة اللي حصر طبعا في مباراة النادي الأهلي والإنتاج الحربي وكمان رد فعل أصامة عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام اللي قال بالفعل الحكم أخطأ والنادي الأهلي تظلم تحكيميا وأن التحدي الكرة أكيد هيحاسب المخطئ الدستور كمان قال أن فيه قرار سري جوه اتحاد الكرة بإيقاف إبراهيم نور الدين والوطن كمان قال أن إبراهيم نور الدين قال للمساعدين اللي معي غرقتوني وأنه هو اتصدم لما شاف المباراة وشاف ضربة الجزاء اللي ما تحسبتش وكمان الهدف اللي تلغى بناء على إشارة المساعد اللي كان معي ده كان أهم اللي تقال في كلام الجرائد دلوقتي نذهب معاكم ونشوفوا المواقع على الإنترنت قالت إيه عن الميدي الأهلي الكاف يختر الأهلي بموعد مبارتي الدهاب والعودة في دور التمانية الشروق الأهلي يختر اتحاد الكرة رسميا بمطالبه بعد أزمة مباراة الإنترنت في الجول الأهلي يعدل بعض بنوض مشروع لائحة النظام الأساسي رسميا تأجيل مباراة الأهلي أمام الداخلية والجونة وكيرميتز إشعة واختبار طبي لميدو جابر قبل مران الخميس الأشعة تؤكد التقام مصق باسم علي واللاعب يواصل التأهيل السلية يؤدي برنامج تقوية لعضلات البطن أجي يخضع لحكمة نازمة ثالثة ربيعة يبدأ التدريبات الجماعية شهر المقبل الموقع رسمي للنادي الأهلي أهلي 2002 يواجه أنفي وديا تكليف سراج ومهند وجوهر برئاسة باعثات الأهلي في السلة والياد رجال لإياد الأهلي يواجه ثموحة في بطولة القصر مصرحي الروسي بيتروسيف إضافة كبيرة لطائرة الأهلي سنبتدي أخبارنا النهاردة من يلا كورا يلا كورا قالت أن تلقت إدارة النادي الأهلي خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي الكاف بي في بتحديد مع عيد مباراة الذهاب ومباراة العودة في دور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا كانت القرعة مبارح أصفرت عن مقوع النادي الأهلي في مواجهة هوريا كونعكري الغيني وهتقام إن شاء الله مباراة الذهاب يوم 14 سبتمبر الجاري على ملعب 28 سبتمبر في العاصمة الغينية كونعكري في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة وهتكون مباراة العودة إن شاء الله يوم 22 من شهر سبتمبر برضو على ملعب السلام في القاهرة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة كمان الشروق قالت أن أرسل النادي الأهلي خطاب رسمي صباح اليوم للتحاد الكرة رافضا فيه الأخطاء الفجة اللي ارتكابها طاقم التحكيم في مباراة النادي الأهلي والإنتاج الحربي ويتمسك النادي الأهلي بحقوق ناديه وجات مطالب النادي الأهلي كالتالي زي ما قلتلكم من شوية إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي والإنتاج الحربي واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء وإعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة مباريات القادمة في الدوري عشان يحققوا مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة ما بين الأندية كمان أن التحادي الكرة لازم يتحمل مسؤوليته في تطوير منظومة التحكيم باستخدام أحدث الوسائل أو تقنية الفار بالتحديد والأقرر والتحادي الدولي لكرة القدم الفيفا لحماية المسابقة وكمان تطبيق اللعب النظيف أو الفير بلاي كمان في الجول أهل النوافق مجلس إدارة النادي الأهلي على تعزيل بعض المقترحات التي تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية منها المادة المتعلقة بالتخلف عن حضور الجمعية العمومية ويتم توقيع غرامة عليه وتقدر بسداد 50% من قيمة الاشتراك السنوي اللي بيخص الأفراد أو الأعضاء من غير أفراد أو باية أفراد الأسرة كمان تم إلغاء المادة الخاصة بالمجلس الانتخابي المادة المتعلقة بتفسير أحكام النظام الأساسي وإجراءات تعديلية ولبتنص على أن مجلس الإدارة لإلحق في إصدار قرارات في المفائل التي لم تتعرض لها أحكام هذا النظام بما لا يخالف قانون الرياضة والقواعد واللواقح الحكيمة في الاتحادات الرياضية والوطنية ثانيا يجوز تعديل مادة أو أكثر من مواد في هذا النظام الأساسي بناء على اقتراح من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو 10% أو 5% أو 5000 عضو تم اقتراح تعديل في المادة الخاصة بتسوية المنازعات وفي النهاية الاجتماع أكد الخطيب على أن المجلس في معقاد مستمر لتلبية مقترحات الأعضاء لحد يغلقوا باب تلقي المقترحات واللي هيكون إن شاء الله يوم 9 سبتمبر وان تري كمان قالت أن قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري الكرة القدم برئاسة عامر حسين تأجيل مباراة الدخلية مع النادي الأهلي ضمن الجولة السادسة والنادي الأهلي مع الجونة والمصري مع أنبي ضمن الجولة السابعة وبيرميدز مع النادي الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري لموعد هيتحدد فيما بعد بعد طبعا ما يخلص النادي الأهلي ارتباطاته الأفريقية كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي صرح الجهاز الطبي لفريق كورة القدم في النادي الأهلي إن ميدو جابر لاعب وسط النادي الأهلي هيعمل أشاعة قبل ما يستقنف التدريبات الجماعية يوم الخميس اللي جاي عشان يطمنوا على اللاعب لأنه كان اشتاكى من تقلف العضلة الخلفية بعد انتهاء مباراة الانتاج الحربي الأخيرة وبيستوجب الأمر إجراء إشاعة عشان يحددوا موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية ويعرفوا إيه هو سبب الشكوى اللي عنده يذكر طبعاً أن الجهاز الفني منح فريق الكورة راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام بعد مباراة النادي الأهلي والانتاج الحربي كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن أوضحت الأشعة اللي أجرها اللاعب باسم علي الظاهير الأيمن للنادي الأهلي إن حالته بتتحسن كتير وإن هو استجاب سريعاً للبرنامج التأهيلي اللي خضع ليه خلال الفترة اللي فاتت وده وفقاً للأشعة اللي عملها مبارح واللاعب طبعاً كان عنده إصابة في العضلة الضمة وطبعاً إزاي ما قلت لكم إن الإشعة أثبتت إن هو تحسن الموقع الرسمي للنادي الأهلي برضو قال إن هيبدأ عمر السلية لاعب وسط النادي الأهلي البرنامج التأهيلي الخاص به يوم الخميس اللي جاية واللي هيتضمن برنامج تدريبي في الجيم عشان يقوي عضلات البطن عشان يتخلص من إصابته بالمزء في العضلة الضمة واللي خليته من هو يغيب عن التدريبات الجماعية لمدة أربع أسابيع برضو من الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن خضع جونيو أجاييلة على النادي الأهلي لحقن بالبلازما في إطار برنامجه العلاجي بالإضافة طبعاً للتأهيل البدني والعلاج الطبيعي وبتعد دي الحقنة التالتة اللي بياخدها وبيعني طبعاً أجاييل من قطع في الرباط الداخلي للرجبة لسا مكملين الأخبار الخاصة بالموقع الرسمي للنادي الأهلي قال خالد محمود طبيب النادي الأهلي إن رامي ربيعة مدافع الأهلي قطع شوط كبير جداً في إطار برنامجه العلاجي وهيشارك إن شاء الله تدريجياً في التدريبات الجماعية بدءاً من الشهر اللي جاي رامي ربيعة أنهى برنامجه العلاجي في ألمانيا قبل ما يرجع للقاهرة عشان ينفذ البرنامج التأهيل بيعني اللاعب طبعاً من قطع في العضلة الضمى برضو مكملين معيكم أخبار النادي الأهلي والموقع الرسمي للنادي الأهلي بيقول إنه بياخد فريق النشائين في النادي الأهلي موليد 2002 مباراة ودية مع نظيره أنفي على الملعب الفرعي في مدينة نصر عشان يستعد بشكل كويس جداً للمشاركة في بطولة منطقة القاهرة واللي هتبدأ إن شاء الله منافساتها يوم 14 سبتمبر الجاري كان المفروض إنه يكون فيه مواجهة مع الإسماعيلي أول مبارح يوم الاثنين لكن تم الغاء المباراة الموقع الرسمي برضو لنادي الأهلي بيقول إنه بياخد فريق كورة اليد الرجال في النادي الأهلي مباراة مهمة مع نظيره سموحاً النهاردة في الساعة 5 بتوقيت القاهرة على صورة نادي الشرق في ختام مباريات الفريقين في بطولة القسم الودية الدولية واللي بتقام في الدولة الشقيقة الإمارات أخيراً مع الشروق الشروق قالت إن سرح محمد مصرحي لفريق الأول لرغبة الجماهير في الفوز بكل البطولات ودلوقتي بقى هنطلع لفاصل سريع وهنرجع نتبع معاكم بقية فقارتنا في كلامة الميديا خليكم معنا اشتركوا في القناة